موسيقى هذا هو دوجي فيماكس هاتف جديد من شركة دوجي يجيب مواصفات قوية وموجه خصيصا لعشاق التقييم والرحلات سيتم اطلاقه يوم 13 فبري لايك للفيديو وتابعوا معنا المراجعة للاخر السلام عليكم كيراكم غاية ان شاء الله تكونوا بياه محبا بكم في قناتكم جيبي ايتك في فيديو جديد يجي الهاتف تعلوم دوجي فيماكس بتصميم فريد من نوعه مما يجعله يتحمل الظروف القاسية جسم الهاتف من المعدن وبه طبقات من البلاستيك في الحواف وكمل الاطراف وهي التي تمتص الصدمة اثناء سقوط الهاتف بصراحة خامات التصنيع الجيدة وقوية الضهر المغطى بطبقة من الجيدة الصناعية واللي خلت شكلها فخم جدا جيب باللون الاسود في اعلى الهاتف كانت ثلاث كاميرات موضوع في ايطار معدني مع فلاش ليد على جانبي الكاميرات في الاسفل يوجد شعار شركة دوجي وهو ايضا موضوع في ايطار معدني بشكل انيق في الجانب الايمن للهاتف يوجد ازرار تحكم في الصوت بالاضافة الى زر باور مدمج فيه بصمة الاصبوع اما في الجانب الايسر يوجد زر يمكنك تخصصه لفتح تطبيق ما او تشجير الكاميرا مثلا بالاضافة الى منفذ الشرائح يمكنك تركيب شريحة دين فقط او شريحة مع كارت ميموري تصل حتى اثنين تيرابايت اما في الاسفل كاين منفذ شحن ومايكروفون المكالمات وللاسف الهاتف لا يدوفر على منفذ السماعات جاك 3.5 مليمتر في المقابل يوجد سبيكرس قوي في الاعلى واخر في الاسفل ويعطيك صوت ستيريو بجودة عالية جسم الهاتف مقاول من ماء والغبار والصدمات ولديه تصنيف والشهادة العسكرية ويجي الهاتف بوزن تقيل شوية وهذا جد من ضيق لان الهاتف فيه بطاريا عملاقة حجمها 22000 مليمتر ويجسم من المعدن كما قلت لكم في بداية الفيديو هذا الهاتف موجه لفئة مخصصة من الناس اللي تحب السفر والتخيم في الغابات او تعمل في ظروف قاسية وتخاف ان ينكسر تليفون تحال عادي شاشة جيب بشكل الواضر دروب من اي بي اس ال سي دي جيب حجم 6.58 انشاء بديقة فول اي جي بلس وتدعم سرعة تحديد 120 هيرتز مع سطوع شاشة مقبول جودة الشاشة مقبول جدا وتقدم الوان وتفاصيل جيدة ميزة اخرى قوية في الهاتف وهي البطارية حجمها 22000 ملي ابي ودوم عاقلي وقت اطول كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 33 واط وهكذا تقدر شحن الهاتف بسرعة الاداء قوي لهذه البطارية وراح تساعدك اذا كنت شخص مأوس بالتخييم والترحال بما انني اهضرت على التخييم لازمك كاميرات لتقاط صور تذكارية لرحالاتك في مختلف الظروف لهذا دعمت شركة دوجي الهاتف بثلاث كاميرات قوية الاساسية بتقاط 128 ميجا بيكسل واخرى واسعة بثلقة 16 ميجا بيكسل اترا وايد تقدم صور محترمة جدا باضافة الى عدسة بثلقة 20 ميجا بيكسل للثور الليلية تقدم صور جيدة اما الكاميرا الامامية جي بثلقة 32 ميجا بيكسل تقدم ايضا صور مقبولة كما يدعم الهاتف تصوير فيديو بثلقة 4K واللي راح تساعدك في تصوير فيديو بجودة عارية والاهم تكون متوفرة اضاءة جيدة ويدعم الهاتف ايضا الـ HDR الهاتف لا يركز بالدرجة الاولى على اداء الكاميرات نعم يضمن لك صور مقبولة لكن الدور الاساسي لهذا الهاتف هي تحمل لأقصى الظروف وتوفره على بطارية عملاقة مع ضمن توفير اداء جيد والهاتف يجي بمؤلج من ميدياتيك دايماند سيتي 1080 يقدم لك اداء جيد وسرعة وسلاسة في فتح التطبيقات والمواقع والتنقل بين صفحة الواجهة بكل ارياحية مع نظام تشغيل اندروي 12 عداد الهاتف اوي وتنجم تلعب بي الالعاب كلعبة باو جي موبايل لكن وحسب رأيي وزن الهاتف التاقين يخلي التجربة غير ممتعة ويجي الهاتف ايضا برام 12 جيجا و256 جيجا في التخزين وتنجم زي 8 جيجا رام عبر ميزة رام اكسبنشن اي تصبح بهذا رام الهاتف 20 جيجا في الرام بدلا من 12 جيجا واللي راح تخلي اداء الهاتف احسن بكثير والحاجة الجديدة بني جابيها الهاتف التاني هي الواي فاي 6 ويتميز هذا الواي فاي بي السرعة في تصفح الانترنت وبلوتود 5.2 كما يدعم 5 جي وخاصة الانفسي والجي بي اس باختصار فكرة هذا النوع من الهاتف هو ضمان التحمل في بروف القاسية والصعبة وتوفير بطارية قوية وشحن سريع مع اداء جيد سواء اداء التطبيقات بصفة عامة او اداء الواي فاي ومختلف الشبكات وايضا توفري على كاميرا جيدة لالتقاط الصور وتصوير الفيديوهات جيدة وهي خدمة مهمة جدا تساعدك في التخييم في الجبان والصحاري وغيرها من الرحالات سعر الهاتف مع تخفيض حوالي 330 دولار اي في فدد سلع ملايين صنواتهم في الجزائر اذا كنت مهتم بشير هذا الهاتف من موقع علي اكسبرس فالرابط موجود في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو وللعلم اخوتي الهاتف مراش متوفر للشراء الان لكن سيكون متوفر يوم 12 فبريا مع تخفيض اصطوري زائد هدايا تقتل مع الهاتف فما تردوش هذه الفرصة بالنسبة للناس المهتمة بهذا النوع من الهاتف في الاخير ما تنسوا اخوتي اشتراك في القناة لدعمينا ولايك وشاركوا الفيديو مع اصحابكم الليب والخيم والرحالات بل كعجبهم هذا الهاتف واستفادوا من هذا الفيديو شكرا على المشاهدة في امان الله اشتركوا في القناة